بالنسبة لشعوري بالنسبة لهذا التكريم المقدم من طرف فخامة رئيس الجمهورية هو شعور أنا جد فارحة ومسرورة وفخورة جدا بهذا التكريم كما أتقدم بكل عبارات الإمتنان والشكر لفخامة رئيس الجمهورية لأنه وفى بوعده وقام بتكريمنا هنا الحمد لله هذا يمثل بالنسبة لي فخرا كبيرا بالنسبة لي وبالنسبة لي عائلتي وأريد أن أشكره شكرا جزيلا على هذا الاستقبال وعلى حفاوة الاستقبال وعلى هذا التكريم الخاص الذي خصنا به لم نتمكن من الحضور في التكريم السابق بسبب ظروف صحية وهو وعدنا أن يسق بنا اليوم والحمد لله وفى بوعده ولذلك أنا أشكره شكرا جزيلا شعوري هو شعور فخر وأتزاز بهذا التكريم نحن فخورون جدا وممنون وليسي الرئيس الجمهورية بهذا التكريم ومنحنا فرصة أخرى بعد أن تعذر حضورنا في المرة السابقة لدواعي الصحية نكرر شكرا الجزيلا لرئيس الجمهورية كما لا أفوذ من أعتخر بهذه النتيجة التي تحصلت عليها بنيتي وهي المرتبة الثانية وليست بهينا يعني من بين 700 ألف مترشح للبكالوريا تحتل ابنتي المرتبة الثانية فهذا يعني إنجاز كبير لنا وللجزائر